فقلنا للقانون لما صدر قال لو دفعت لي أصل الاشتراكات هعفيك من المبالغ الإضافية القانون ده طلع يوم 16-8 وقال يعمل به من اليوم التالي اليوم التالي اللي هو يوم 17-8 اللي هي أول حاجة منوجودة في الجدول يوم 17-8 اللي كان مسدد أصل اشتراكاته ولسه عليه مبالغ إضافية بيسدد فيها اسقط ده انطبق على كم منشأة على 31 ألف منشأة بإجمال مبالغ إضافية اسقطت من عليهم 982 مليون جنيه الغريب أنه الأخبار الحلوة والإيجابية دي ما بتبقاش معروفة بسهولة يعني لا يتم تدولها وده معناه كمان أنه حتى اللي هيقدم بعد هذا التاريخ خلاص هو عارف أنه هيقدم بس أصل المبالغ تمام نجيب بقى الجدول بعد إذن حضرتك أوه لو ممكن نجيب الجدول تاني يا جماعة يبقى الشريحة الأولينية يوم صدور القانون اللي كان مسدد أصل الاشتراكات اللي عليه خلاص سقطت المبالغ الإضافية تمام طيب واحد هيجي يقول لي طيب انت يا سقط أنا فقطني شهر طيب لدينا له شهرين من يوم 17-8 من يوم 15-10 معك شهرين أهو تعالى تفعلي أصل الاشتراكات وهعفيك من 90% من المبالغ الإضافية اللي عليك أصمُس��면 أصم على كتبه أصم على كتبه أصم على كتبه أصم علىichts